اشتركوا في القناة وطيرة الكراهية تت الصحفيين والتي بلغت حد العنف أتى ذلك إلى تنامي الشعور بالخوف وتقليص المساحة الأمنة للصحفيين فلم يعد المشهد مشرقا أمام حرية الصحافة في عالم تحولت فيه الكراهية للصحفيين إلى عنف هذا العام وبحسب التقرير نلاحظ أنه على مدار ثلاث سنوات حفظت النرويج على الترتيب الأول في حين تراجع ترتيب النمسا في حرية الصحافة على مستوى العالم إلى المرتبة السادسة عشر مقارنة بالمركز الحادي عشر الذي حققته قبل عام أي منذ استلام حكومة الأزرق تركواز دفت الحكم باتت الضغوطات أكبر على الصحافة في النمسا بنظر إلى الجدول التالي نلاحظ ترتيب الدول وحرية الصحافة فيها بدءا من عام 2002 ولغاية 2018 نلاحظ كيف أن النمسا في عام 2013 كانت تحتل المرتبة الخامسة في حرية الصحافة إلا أنها تراجعت أكثر في ضد الحكومة الحالية أما بالنسبة للأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك التدور فهو يكمن وراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه معظم وسائل الإعلام على نحو متزايد وتأثير ذلك على جودة العمل الإعلامي كما أن هناك ضغوط اقتصادية يتعرض لها الصحفيون وإدارات تحرير الوسائل الإعلامية المختلفة فضلا عن الضغوط السياسية وفي أحد تقارير مراسلون بلا حدود لفتاء التقرير أن أحد الأسباب أيضا هو تعيين أشخاص محددين في بعض الوظائف المهمة المسؤولة عن البث في التلفزيون النمساوي وتأثيرها الملموسة على الجماهير إلى جانب تأثير السياسات التحريرية في الوسائل الإعلامية بالإعلانات مدفوعة الأجر وبالرغم من أن الصحافة هي أساس كل ديمقراطية ويجب الدفاع عنها إلا أنه ومنذ بداية التحالف الأحزاب الأوفو بي والإف بي او أصبحت الهجمات السياسية الشخصية على الصحفيين أكثر شيوان فعلى سبيل المثال حاول نائب المستشار كريسيان شتراخي تشويه سمعة أرمن فولف مدير قناة ORF كما دعا حزب الحرية لإقالة مدير التحرير فولف كانغ فاغنر وذلك بسبب القضايا الهامة في برنامجه الأسبوعي تقرير فضلا عن الرسوم التي دعا حزب الحرية إلى فرضها على قناة ORF في نهاية ذلك التقرير أستعرض لكم بعض الاعتداءات التي تعرض لها بعض الصحفيون في عددين من دول العالم